المصارع أحمد تاج الدين المصارع أحمد تاج الدين حصيلة فريق البحرين في أولمبياد باريس إلى أربع ميداليات ملونة بعد الميدالية الذهبية التي حققتها العداء وينفرديافي في سباق ثلاثة آلاف متر موانع للسيدات والميدالية الفضية التي حققتها سلوعيد في سباق أربع مائة متر للسيدات وبرونزية الرباع غور مينسيان في منافسات وزن فوق مائة واثنين كيلو جرام في مسابقة رفع الأثقال وبهذه الإنجازات المتتالية خطفت مملكة البحرين أنظار العالم خلال مشاركتها في أولمبياد باريس الفين واربعة وعشرين وتصدرت الدول العربية بأربع ميداليات ملونة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر